معانا الحياة فيلم عن المية البيضة وعن العملية بتاعتها برضو قدم جبنا سارتها نوري الناس العملية دي بتتم ازاي او ايه الحاجة اللي بنعملها فيها تفضل دكتور ريتان هنا بلورينا تركيب العين برضو وعدسة العين هنا معتمة يعني ما بقتش شفافة زي ما احنا فهمنا هنا طبعا بيبقى القصة كلها ليه علاقة بان تكوين الستركتشر بتاع اللينس او تركيب العدسة بقت فيه الجزيئات البروتينية ما بقتش شفافة زي ما ربنا خليها في الطبيعي بقت معتمة علشان نعالج القصة دي بنحتاج نعمل عملية اسمها عملية المية البيضة ودي الحقيقة بقت عملية فيري كومان او منتشرة جدا عندنا دلوقتي وبقت سهلة 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 خلال فتحات صغيرة بندخل جوه العين بنعمل حاجة اسمها شفط للمية البيضة استحلاب وشفط يعني من اول بنخلي المية البيضة دي نفتتها ثم خليها زي مستحلب وبعدين الجهاز يشفطها بالزبط جدا وبعد كده نشفطها هنا بيورينا بنحن ان انا بنحن المادة بتساعد في زي جل بيساعد في تكوين ان انا يتفضل العين عندي متكونة رغم ان انا فتحها ما حصلش كولابس ما تتطبقش على بعضها بالزبط وبعدين بنفتح عدسة العين بنشيل الطبق الامامية اللي بنسميها المحفظة الامامية وبعد كده بندخل بجهاز يعمل لنا حاجة اسمها استحلاب ويفتت العدسة بالشكل ان انا اقدر بعد كده اشفطها ببساطة وطبعا الكلام ده احنا الوقت بننصح لناس اللي عندهم مياه بيضة مايتأخروش عشان نعرف نعمل لهم العملية دي ان انا كل ما اتأخر بتبقى العدسة العين بتبقى نشفة اكتر بتنشف فابتدي افكر في الجراحة والجراحة لها مشاكل اكبر بكتير بطب رفتح فتحة بقى وخش جبها من جوة بالزبط بعد كده بقوم بيدخل عدسة او اذا رايح مكاني العدسة اللي احنا شلناها عدسة بقى ادخليه شوف كويس بالزبط كده ان انا شلت الماء البيضة اللي هي عدسة العين المعتمة حطيت عدسة بديلة بقى كده عندي جميل جدا